وأهمية التغطية العلامية التي تصحب موسم الحج يسعدني بل ويشرفني أنا شخصياً أن الصديف هنا في الستوديو الأستاذ إبراهيم الصقعوب وكيل وزارة الإعلام المساعد لشؤون الإذاعة سابقاً والمستشار الإعلامي حياك الله أستاذ إبراهيم معنا في المجد الوطن الله حيك أخي محمد وأنا السعيد بأن أكون في ضيفة تحت طلاب قسم الإعلام قبل سنوات أنا دكتور اليوم في اختبار حقيقة لأني أقف أمام أستاذ وأستاذ أمام تلميذ أمام أستاذه إن شاء الله أنه ينجح في الاختبار ونحن معاً في اختبار أمام المشاهد بلا شك اللي يتوقع من أن نقول له يعني إن شاء الله شيء مفيد بلا شك أستاذ إبراهيم حياك الله وخليني في البداية أستاذ إبراهيم إحنا نتكلمنا حقيقة عن العديد من المنجزات أو العديد من الخدمات التي قدمتها وزارة الإعلام لممثلي الجهات الإعلامية للحج هذا العام برأيك حقيقة وأنت خبير في هذا المجال كيف تقرأ ويعني ترى هذه المنجزات التي حققتها وزارة الإعلام أولاً أخي الكريم يعني أنا كما تعلمنا أنا خارج العمل منذ السنوات ولكنني أتبع الأمل بحكم الزمالة القوية اللي زملائي في وزارة الثقافة والإعلام وفي هيئة الإذاعة والتلفزيون التي تعتبر يعني الذراع القوية الذي نفذ التغطية الإذاعية والتلفزيونية إلى جانب الهيئة الأخرى لكنني من خلال التغطية الإعلامية من بدايتها وحتى يعني وحتى عندما كنت مسؤول يغيب عن ذاني شيء مهم جداً ألا وهو؟ وهو أنه حدث مهد لهذه التغطية الإعلامية وهو الملك عبدالعزيز رحمة الله عليه عندما دخل إلى مكة وكان هناك أربعة أئمة في الحرم المكه الشريف كل إمام يأم لوحده بعد الثاني حسب المذاهب الأربعة فوحدهم تحت إمام واحد كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين أعتقد أن توحيد الأئمة في إمام واحد كان حادثاً في وقته لم يغطيه الإعلام لكننا اليوم نجد أثاره عندما تنقل شاشات التلفزيون ووسائل الإعلام الأخرى الحديثة أو اللذاعة عندما تنقل للعالم هذا الحدث التحدي الكبير الذي واجه الإعلام أنك تتعامل مع مناسبة أنت لا تتحكم في وقتها أنت برنامج وضع لك شعائر دينية محددة في أيامها وفي وقاتها وفي حركة الحجاج وبالتالي أنت أمام التحدي كبير كيف يمكنك أن تسخر كل جهودك لتمر عبر هذا الممر الصعب أنا أعتبره ممر الصعب لأن أنا شركت بعد تغطية خلال فترة عملي في مناسبات كثيرة يمكن تتأخر المناسبة يوم ساعة ساعتين لكن صلاة اليوم عرفة لا يمكن تتأخر الوقوف عرفة كل شعيرة في الحجلة وهذا يفرض أن توجد آلية قوية لإبراز هذه الشعيرة وهو ما حدث الحمد لله بلا شك طيب أستاذ إبراهيم في أثناء حديثك دعوتني لأتطرق لسؤال هل شاركت أنت في أحد مواسم الحج كتغطية إعلامية في أحد المواسم؟ أنا شاركت أول مشاركة كمت 1400 يمكن واثنين 1400 واثنين ضمن وفد الإذاعة الله يرحمه كالرئيسنا المذيع القدير الأستاذ محمد بن عبد الرحمن الشعلان ثم تواصلت مشاركاتي يمكن على مدى أكثر من 30 سنة إما مذيع أو لما كنت مذيع لما كنت مدير برامج لما كنت مدير إذاعة لما كنت وكيل مساعد لإذاعة وحتى لما الفترة القصيرة التي عملت فيها نائب لرئيس كنت موجودة في الحج كيف كنتم ترصدون سيد إبراهيم المجهود الذي كان يقدم حقيقة؟ كما ذكرت أنك ترتبط بفترة زمنية محددة وليست بإمكانك أن تتحكم أنت في أوقاتها بل هي في فترة زمنية ولا تملك أنت حق تغيير أو تقديم أي من هذه الشعارة أول شي يجب أن نقول أنها فرصة ذهبية لوسائل الإعلام السعودية أن تبرز على مستوى العالم يعني كل المسلمين في العالم يتابعون هذا الحدث وعندما توضع في موقف كهذا الموقف يجب أن تكون على مستوى الحدث وأعتقد أن هذا ما تم صحيح أنه يمكن الناس الآن طبعا يمكن قبل 15 أو 20 سنة كان تعلقهم بالإذاعة والتلفزيون مرتفع جدا اليوم مع ظهور وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت يعني تأخذ جزء من اهتمامات الناس لكنها أيضا أضافت لنا مشاهدين آخرين في أماكن أخرى من العالم وخدمت يجب أن لا نقول أنها صحيح أنها سرقت بعض المشاهدين لكنها في الواقع قدمت أيضا عملنا للمشاهدين وكثير من غير المسلمين في دول عديدة كانت تصلهم رسائلهم عبر الجوالات عبر مواقع تويتر استجرام أي موقع حديث يشاهدون أشياء يعني تعبر عن الإسلام وتعبر عن روح الإسلام وهي مناسبة يعني مهمة ربما يعني لا أريد أن أقول أنه ينقذ زملائي لكن قد يفكرون فيه في المستقبل وهي إبراز الجوانب الإنسانية في الحج صحيح يعني التركيز عليها مهم جدا لأنه يعني جهود الدولة الحمد لله واضحة والدولة يعني منذ وحد الملك عبد العزيز الأئمة في إمام واحد وجهود الدولة بدأت ومشريع التوسع بدأت من تلك المرحلة نحن الآن دخلنا في عهد الخير عهد الملك سلمان والأمير محمد والطموح الكبيرة والتقنية الحديثة التي استخدمت في الحج وهذه التقنية ترى بالنسبة للمملكة إذا أنت شفتها مثلا في نظام أبشر نظام أبشر يمكن من أحدث الأنظمة على مستوى العالم صحيح في النظام المالي في البنوك أنا سفرت إلى أماكن كثيرة لا يمكن تجد نفسا أنظمة مالية الموجودة عندنا في أماكن كثيرة يعني إن ترى خطينا خطوات كثيرة ما هو لأن عندنا ميزانية لكن لأن عندنا عقول صدق يعني العقول أهم للفلوس يعني عادة قد يكون عندك مال ولا تصخره لكن استثمار المال وأعتقد أنه في الحج السنة هذه شهدنا مشاهد إبداعية في مجال التقنية لعدد انتضاعات الدولة صحيح الحديث ذو شجور معك وبإذن الله للحديث بقية ولكن مشاهدي الكرام نخرج لهذا الفاصل ثم نعود لإكمال حلقتنا بإذن الله بلادي بلادي منار الهدى ومهد البطولة عبر المدى بلادي بلادي منار الهدى ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نجاح ايضا التغطية الاعلامية المصاحبة لحج هذا العام ممكن سيد ابراهيم اذا تسمح لي ان نكمل الحديث فيما يتعلق بحكم انك انت اليوم عصرت الحقبة السابقة والمدة السابقة فيما يتعلق بتغطيات الحج فبحكم يعني نظرتك الان كيف ترى التغير بين النقل سابقا والنقل الان بالنسبة للجانب التقني النقل الحالي افضل بمراحل لكن بالنسبة للمحتوى اعتقد ان المدعين السابقين يعني قبل 40 سنة اللي اشتغلنا معاهم كانوا مدرسة في اللغة في الحديث النبوية الشريفة في الايات القرانية الكريمة في الخطاب الاعلامي لكن هل يناسب خطاب تلك المرحلة لليوم اعتقد انه من الصعوبة لانه طبيعة المتلقي اليوم تغيرت نتيجة كثرة الخيارات امامه اي نعم ابغى اعود النقطة انا قلتلك انه الملك عديز الله يرحم وكان له فضل كبير صحيح على هالبلد في اشياء كثيرة لكن لانه اتحدث عن موسم الحج انا اتصور لو لم يقم رحمة الله عليه بوضع امام واحد للحرم كيف ستكون صورة المسلمين في الخارج صحيح والامام كان موجود في عهد النبي في عهد الخلفة لا اعلم متى يعني وضعت الامة الاربعة المذاهب لكن تصور لو انه ننجل الحج من اربعة امة هذا البعيد عن الاسلام والمسلمين سيكون في حيرة صحيح وسيشاهد فرقة لكن رحمة الله عليه يعني هذا يعني اختياره امام واحد وهو يعني ليس يعني بدعة وانما هذا الاصل لانه لا ترجع للترخي الاسلامي كان امام واحد صحيح صحيح فهذا خدم يعني خدم صد تنقل من امام واحد تسمع قطبة واحدة تشاهد مجموعة من المسلمين جاءوا من كل ارجاء العالم في صفوف متحدة تعطيك انطباع عن هذا الدين وعن سماحتي وعن روح اللحمة ما هي النقطة التي تريد ان نتحدث عنها انا اتحدث الدكتور عن وسلم ابراهيم عفوا عن كيف يمكن للإعلام وحنا اليوم نتكلم حقيقة عن الحادثة التي يعني حقيقة قام فيها الملك عبدالعزيز طيب الله ثراء في توحيد هولا المذاهب على امام واحد صحيح فقط كيف يمكن للإعلام من خلال الحج انه يعكس صورة للتآخي الإسلامي والتعاون في مثل هذا الموسم العظيم موسم الحج خلينا اقول لك اول شيء حي يعني جميع ابنائي وزملائي المصورين والمخرجين داخل الذين نقلوا لنا موسم الحج يعني لقطات اللي يبرزونها لنا صحيح تنوع البشري الاختيار لقطات منوعة من كل أرجاء العالم الإسلامي تعطيك هذه الصورة التي نبحث هذه الصورة يعني اللي يشاهدها في أفريقيا يشاهدها المهاجر في أمريكا اللي يشاهدها في أي مكان يحس بوحدة هذا الدين وترى من أنا أرى وأعتقد ان شاء الله على حق انه من أسباب انتشار الإسلام هذا النقل اللي ننقل ونستمر ننقل الان في نقل الصلاوات يعني تجعل كثير من الناس يتسألون يعني هذا الدين اللي جمعهم قد تكون بداية الإسلام هي السؤال يعني وش هذا الدين وعندما يقرأ سماحة الإسلام يدخل في دين الإسلام صحيح صحيح بلا شك سيد إبراهيم وبالفعل يعني احنا لما نشاهد مثل هذه اللقطات وهذا العمل اللي كان حقيقة من وكالة الأنباء السعودية واس وهيئة الإذاعة والتلفزيون ووزارة الإعلام وغيرها من القنوات أيضا حتى القنوات الخاصة الذين ستضيفهم وزارة الثقافة والإعلام نعم صحيح وحتى غير القنوات العالمية صحيح لأن كنت بحاجة أن تبرز هذا الحدث لتبرز من خلاله ما قدمته الدولة صحيح وتبرز من خلاله سماحة الدين وتبرز من خلاله الأخوة الإسلامية التي تؤمن بها المملكة العربية السعودية صحيح صحيح بلافعل يعني هناك الكثير من الجهات اليوم نتكلم عن وزارة الإعلام استضافت أكثر من 930 إعلام اللي يمثلون أكثر من 190 قناة الفلزيونية ومحطة إذاعية ووكالات أنباء أيضا شبكة المجد كانت مصاحبة أيضا لهذه التغطية وكان هناك تغطية لحج هذا العام وبالفعل يعني كان هناك الكثير حقيقة من المشاعر والصور اللي تلقطها عدسات الكاميرا وممكن أيضا أستاذ إبراهيم إذا توافقني في هذه النقطة وأنه يعني هناك لا يوجد تصنع يعني الكاميرا تلتقط المشهد كما هو صحيح لا يوجد تمثيل يعني الشخص لما يأخذ معه لقاء وتفيض عيناه من الدموع نتيجة الروحانية والمشاعر أحيانا تسأله ما يجاوب صحيح يعني من شدة يعني يعني الحمد لله في المملكة لأننا قريبين من الحرم قريبين من المسجد النبوي الحمد لله فينا إيمان وفيها شوق لهذه الأماكن لكن تصور مسلم يأتي لأول مرة ويشاهد الكعبة يعني مشاعر لا يمكن جياشة لا يمكن أن تصفها يعني يمكن يعني أقدر وسيلة على وصفه الكاميرا عندما تكون مسلطة عليه والدموع تنهمر وهو لا يدري صحيح صحيح هذه صور معبرة جدا عن الحدث بلا شك أو تشاهد شخص يحمل والده أو حتى جرام الله خير رجال الأمن لهم جهد كبير ظهرت صور كثيرة عفوية يعني يحمل رجل كبير يحمل طفل صغير هذا هو المجتمع السعودي فعلا هذا الذي نفتخر فيه والذي نقدمه للعالم بالفعل يعني صدق السيد إبراهيم يعني هناك الكثير من اللقطات اللي يتم التقاطها وبلا تصنع يعني هي لقطات مؤثرة أو لقطات ذاتية ضمن الحدث ضمن الحدث وهذا الشخص اللي اتقاط لها صورة لا يعلم أنها ستلتقط له وكذا فنجد الكثير حقيقة من المشاعر والكثير من الدعوات ولذلك أنا قبل فترة كتب تغريدة في تويتر قلت مفروض أنه يعني ننتقي أفضل لقطات ونمنح المصورين نختار لنا مجموعة من المصورين ونقدم لهم جوائز يعني تقديرا لهم صحيح لأنه مصلا يعني عاملوها لوجه الله لكن ما يمنع يعني هنا في هذه الدعوة التلفزيون أو وزارة الحج أو جهة معينة تقول لي أخي هذه عشرين صورة أجمل عشرين صورة في الحج اللي تقطت وخلا يحييكم تفضلوا صحيح يعني على جهدكم الكبير نحن ما ننظر لها كامل إعلامي لكن ننظر لها كعمل دعوي أبرزت هذا الدين وبرزت سمحته صحيح أستاذ إبراهيم طيب أستاذ إبراهيم إذا أردنا اليوم أن نتحدث اليوم كانت هناك تغطية كبيرة فيما يتعلق بوسائل الإعلام التقليديا صح التأبيع الإذاعة والتلفزيون والوسائل المقروعة وغيرها اليوم هناك جانب كبير حقيقة وجانب مهم ولا يمكن إغفاله وجانب مواقع التواصل الاجتماعي أو الإعلام الرقمي كيف ممكن أن يتم توظيفه لنقل وقاع الحج ونقل مشاعر الحجج والله أنا أعتقد أن له دور كبير وأنا سبق أني طلعت عن دراسة أعتقد أنه كان في سؤالية المتحدة وجدوا أن القنوات الرئيسية ما عاد تأثيرها قوي زي في السابق لأن جو يعني جتنا وسائل السواصل الاجتماعي تقدم لنا صورة مختلفة تقدم لنا صور طبيعية يعني فأصبحت القنوات الرسمية الآن ماما تحدي كبير لا يمكن أن يجيك شخص يقول لك والله الحج ما كان منظم في وسيلة أعلامية خارجية وقد يحدث أحيانا لكن عندما يقول هذا الكلام سيعرف أن هناك عشرات أو مئات أو ألاف الصور التي نقلها هوات التواصل الاجتماعي والمنتسبين ونشروها في العالم بلتالي أصبح كلام ناقبة له صحيح يعني صارت تساعد صح لها سلبيات أنا أقول لك لكن إذا إيجابياتها يعني قد يحدث خطأ من واحد وقد يحدث لكن في المجمل العام هي جيدة صحيح صحيح بلا شك طيب أستاذ إبراهيم فيما يتعلق بالعمل الإعلامي للشباب اليوم يعني وحقيقة وأنا ممكنني يعني أنتهز الفرصة أنه أأخذ منك رسالة يعني توجهها للشباب اليوم الإعلامي وانت اليوم يعني أيضا خرجت على يديك الكثير من الطلاب وأنا واحد منهم اللي ممكن يريد حقيقة أن ينقل مثل هذه الوقاعة قد لا يمتلك هو وسيلة إعلامية قد لا يكون منتسب لجهة إعلامية تلفزيونية أو إذاعية أو وكالة أنباء أو صحيفة مقروعة ولكن اليوم هو يملك في جواله كاميرا مثلا فكيف ممكن أنه من خلال هذه الكاميرا يسلط الضوء على المنجزات الوطنية التي تتقوم فيها المملكة والله أعتقد هذا الموضوع أنا أشوفه مهم جدا وأنا في قناعتي أنه يجب أن ينظم لهم دورات أن نتيح لهم فرصة لشرح ترى شبابنا فيهم خير كثير فيهم خير كثير وممكن نوظفهم لكن يعني يعني خلينا نوجههم صحيح يعني عندي مثلا مئة شخص ما الذي يبنع أن نظم لهم دورة وأستضيفهم وأشرح لهم السياسة العامة وكيف يجب والذي يجب والذي ما يجب حتى يكون كلامهم بلا شيء لأنه إذا لم أدلته على الطريق الصواب فكيف يمكن أن يسير هو يجتهد ونحترم اجتهاده لكن مع اجتهاده خلينا نقوله ترى الصح كذا ترى نبغى منك كذا صحيح ما يعني أن نسيطر على تفكيره نخليه إعلامي مئة في المئة لكن نوجهه يعني هو فيه حس حس وطني بلا شك نوجهه نعمة الأمن والاستقرار وأن يحفظ غادتنا خادم الحرماني الشريفين وليعاد الأمين وأن يحمي كل من يحمي هذا الوطن في الأمن أو في الصحة أو في أي موقع كان فهو جندي له دور كبير وحتى الجندي الذي يقف خلف الكامرة في التلفزيون والمدعلة كلهم جنود يخدمون هذا الوطن لهم الشرف أنهم يخدمون خير البقاء شكرا لك ساد إبراهيم وشكر أيضا يمتد لكم أنتم مشاهديين